بلورة كريستالية لها القدرة على تخزين داتا كبيرة جدا تصل إلى 350 تيرا بايت أرحبكم مجددا قبل أسابيع قمت بنشر خبر علمي ولاحظت الصدى الكبير لهذا الخبر والذي كان يتحدث عن تطوير مجموعة مباحثين بجامعة ساوث حاملتون في بريطانيا تقنية جديدة لحفظ الداتا وبالأخص حفظ الداتا الخاصة بالجينوم البشري وكذلك الجينوم الخاص بالكائنات الحية ونلاحظ أنه التطور الحديث في عملية تخزين البيانات وخاصة اكتشاف تقنية جديدة وتطوير تقنية جديدة وهي عبارة عن الكريستال هذه التقنية لها القدرة على تخزين بيانات تصل إلى 350 تيرا بايت طبعا الرقم كبير جدا جدا لماذا الرقم كبير؟ خلونا بس نرجع شوي إلى تاريخ الحواسيب وبالأخص إلى تاريخ التخزين أو أدوات التخزين التي تستخدمت منذ ظهور الحاسوب وحتى يومنا الحالي أول جهاز تخزين صنع عن طريق الـ IPM وهو IPM350 وكان يسمى راميك أو راميس وهذا الجهاز كان بحجم تقريبا غرفة صغيرة وكان يستطيع تخزين بيانات بحجم 5 ميجا بايت فعليا 5 ميجا بايت الجهاز كان يحتاج حيز ما يقرب غرفة صغيرة لتخزين فقط 5 ميجا بايت وكانت تكلفة تخزين الميجا بايت الواحدة في ذلك الفترة 10 ألف دولار وبالتالي كان سعر هذا الجهاز ما يقرب 50 ألف دولار هذا طبعا كان عام 1956 ومع التطور تم تطوير جهاز آخر أو تقنية حديثة وهو كان أول جهاز نقال وهو عبارة عن الفلوبي والفلوبي ديسك طبعا كان حجمه تقريبا في حدود 1.44 ميجا بايت وتقريبا وصل إلى 4 ميجا بايت وهذا كان تقريبا في سنة 1971 طبعا هذا الفلوبي كما نعرفه أو اللي مروا في أواخر التسعينيات شاهدوا هذا القرص اللي كان يعتبر عبارة عن قرص نغناطيسي وعادة كان يتم فيه تخزين داتا بسيطة كبيانات Microsoft Office Word Excel أو PDF أو مجموعة صور بحجم بسيط جدا فكان في تلك الفترة سعر الميجا واحدة أو سعر الميجا بايت الواحدة كانت في حدود 3.500 دولار نتخيل أنه سعر في لوبي أول ما ظهر كان سعره أكثر من 3.500 دولار فبعد ذلك تطورت التكنولوجيا وتم تصنيع ما يسمى Hard Disk HD أو الـ HHD والـ HHD تقريبا تم تطوره في أواخر السبعينيات في الثمانينيات وهذا الجهاز سمح بأن يتم تخزين ما يقرب 100 ميجا بايت وفي تلك الفترة انخفض سعر الميجا بايت حتى وصل تقريبا لـ 14 سنت للميجا بايت الواحدة ولاحظنا أنه الـ HHD استمر معنا من الثمانينيات حتى الفترة الحالية فنلاحظ أن هناك أجهزة لا زالت تستخدم الـ HHD وهناك ساعة التخزين تصل تقريبا إلى ما يقرب إلى 250 جيجا بايت بالنسبة للـ HHD وبعد ذلك لاحظنا أنه في أيضا الثمانينات وتسعينات ظهر أيضا ما يسمى القرص الصلب أو الـ CD والـ CD في تلك الفترة كان حجمه تقريبا 700 ميجا بايت أو الـ CD روم وهذا القرص سمحنا بأن نقوم بنقل بيانات وأيضا ملفات صوتية وفيديوهات إلى هذا القرص ولاحظنا أنه كان هناك بعض البرامج يتم وضعها على هذا القرص بعد ذلك استمر التطور حتى وصلنا إلى ما يسمى الـ DVD طبعا الـ DVD كان ساعته التخزيني أكبر بكثير من الـ CD وكان الـ DVD يستطيع أن يقوم بتخزين ما يقرب 4 جيجا بايت وكان سعره تقريبا في تلك الفترة ما يقرب العشرين دولار بالنسبة للـ DVD ولاحظنا أن الـ DVD في تلك الفترة كنا نستخدمه في حفظ البيانات الصوتية الفيديوهات وكذلك كنا نلاحظ أن هناك الكثير من البرامج التي كانت تنزل على الـ DVD وكذلك الأفلام بعد ذلك تطورت التكنولوجيا وبدأ في تصنيع ما يسمى الفلاش ماموري والفلاش ماموري طبعا هي تقنية تعتمد على قراءة البيانات على فلاشها وهي مماثلة تقريبا للـ SSD وهو آخر ما تم تطويره بالنسبة للتخزين ومعروف الـ SSD هو حاليا يستخدم في الأجهزة الحواسيب المحمولة أو العادية ونلاحظ أن سرعة القراءة فيها عالية جدا مقارنة بالقرص الصلب أو الـ HHD والذي كان يعتمد على الرؤوس لقراءة ما يسمى النقاط المقناطيسية بينما هذا يعتمد على الفلاشة أو الذاكرة الفلاشية والتي يكون سرعة القراءة فيها عالية جدا وطبعا قبل ذكر الفلاش الماموري أو الفلاش اللي نستخدمه يوميا في نقل البيانات فهناك أيضا بدنا نتطرق شوي إلى الذاكرة الخاصة بالهواتف وكذلك بالكاميرات فتقريبا أول ذاكرة تم إدراجها بالنسبة للهواتف المحمولة كانت في 2001 وكانت في جهاز سيمونس وكان حجم الذاكرة أنذاك 100 ميجا بايت طبعا كانت منسبة لنا 100 ميجا بايت كبيرة جدا هذه الفترة ولاحظنا أنه بعدين شركة نوكيا دخلت هذا الدواكر وصلت تقريبا إلى 200 أو 512 و250 في هذا الحجم كانت موجودة أنذاك في الحواتف الذي كانت تصدرها نوكيا مثل N73 وN70 وغيرها وهذه الفترة كانت هذه الدواكر كنا استخدمها عادة في تخزين البيانات وكانت بهذا الحجم وهذا يسمى قارئ الذاكرة والذاكرة هي في هذا الحجم وتقريبا الذاكرة كانت 512 وكانت كبيرة جدا ووصلنا إلى 1 جيجا وكانت 1 جيجا أنذاك كبيرة وكبيرة جدا وكان سعرها برضو غالي ولكن حاليا وصلنا إلى شرائح بهذا الحجم أو نواكر بهذا الحجم إلى ما يقرب تقريبا إلى 125 جيجا بايت أو أكثر من 200 جيجا بايت ولكن أيضا شركة هواوي وهي كانت أول شركة تقوم بإنتاج ما يسمى الذاكرة النانوية وهذه كانت مايكرو وهذا النانو وهذه الذاكرة النانو بقدرتها طبعا أن تكون حجمها أو ساعتها يزيد عن 125 جيجا بايت فتقريبا هذه هي عبارة عن ذاكرة هواوي حجمها يصل إلى 500 جيجا بايت هذا بالنسبة للذواكر الصغيرة وذواكر الهواتف وأيضا ذواكر الكاميرات أما بالنسبة للفلاشات وهي طبعا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية خاصة لمن يعمل كتنا في الحاسوب لمن يحتاج إلى نقل المعلومات ولاحظنا أني ابتدأت هذه الدواكر تقريبا في حدود 80 ميجا وبدأت تزداد حجمها حتى وصلنا إلى 1 تيرا بايت فنلاحظ أنه تقريبا كانت فلاشة بهذا الحجم كان ساعتها لا يتجاوز الـ 1 جيجا بايت هذه الفترة كان حجمها 1 جيجا بايت وهي كانت نسبة لنا حجمها كبير جدا ولكن تطور التقنيات وأصبحت الفلاشة تصل حجمها إلى تقريبا 16 جيجا بايت وأيضا تطورت التكنولوجيا أيضا إلى أنه وصلت إلى ذاكرة حجمها 64 وذاكرة أيضا حجمها يصل إلى 500 جيجا بايت و 1 تيرا بايت وتقريبا لو نشوف الأسعار سابقا وحاليا نشوف أن الأسعار بدأت تقل بالنسبة للدواكر ولكن تظل هي جودة التصنيع والشركة المنتجة ونعرف أن هناك شركات محددة في إنتاج الدواكر الخارجية التي نستخدمها في تخزين البيانات هذا بالنسبة لتاريخ الدواكر طيب نأتي إلى الخبر الأساسي لحلقة اليوم هو البلورة الكريستارية التي بقدرتها تخزين ما يقرب 350 تيرا باي طبعا حجم كبير جدا هذا طبعا النقطة مهمة جدا ومهمة للعاملين في مجال البيانفوماتيكس المجال ما يسمى البرمجة والتطوير فنعرف أننا بحاجة إلى كمية كبيرة من المساحة للعمل عليها فنلاحظ أنه كم برمجين يحتاجون برمج أو شركات برمجة إلى التواصل أو إلى التنسيق مع ما يسمى التخزين السحابي وهي الكلاود سوريج وهي معروفة بجوجل درايف أمازون دروبيكس وغيرها ويتم عادة حجز ساعات معينة من الجيجا بايت للعاملين وبالتالي يمكن العمل عليها ونلاحظ أنه تقريبا عند الاشتراك مثلا على سيمين تال في جوجل درايف لساعات تقدر ب2 تيرا بايت فيمكن دفع شهريا ما يقرب 9 دولار لهذه الساعة ونلاحظ أنه حتى لتخزين بيانات فعلى سبيل المثال أنا أتكلم هنا الخبر هو كان يخص ببيون في الميتكس وبالتحديد الجينوم البشري وكذلك الجينوم الخاص بالكائنات الحية فبالتالي عند العمل في هذا الجانب نلاحظ أنه لتخزين الجينوم البشري فالجينوم البشري يحتوي على 3.2 مليار قاعدة نيتروجينة وبالتالي فأنه لتخزين الجينوم البشري نحتاج ما يقرب من 100 إلى 200 جيجا بايت عن طريق ملفات ما يسمى الفاستا فايل وهذه الملفات هي مخصصة بتشفير البيانات الوراثية للدينيو والارنيو والبروتين وغيرها ولو لاحظنا بالنسبة للكانت حين أخرى فنلاحظ أنها تتزاوح الساعات التخزينية بالجيجا بايت وبالتالي فأنه تخزين كمية كبيرة من هذه البيانات تحتاج إلى ساعات عالية المشكلة الثانية التي نواجهها أنه عند تخزينها في بيانات ممكن نتيجة الفلاشة على سبيل مثال أو الهارد ديسك الخارجي تقريبا هذا الهارد ديسك هو يعتبر هارد ديسك حديث جدا هذا السعى التقديري له 8 تيرابايت فأنا عندما أقوم بتخزين البيانات على الهارد ديسك الخارجي فالهارد ديسك ممكن يتعرض إلى السقوط أو إلى الانكسار أو ممكن يتعرض إلى السقوط في الماء وبالتالي فأنه يتلف وهذه هي مشكلة التخزين وبالتالي عند تخزين البيانات فنحن نقوم بتخزين البيانات وبالتالي الاحتفاظ بالهارد ديسك الخارجي وأيضا الاحتفاظ بالبيانات عن طريق ما يسمى السحابة التي هي عن طريق الانترنت لرفع الداة التي نحتاجها ولكن تظل المشكلة أنه ممكن أن هذه الحواسيب العملاقة تتعرض إلى تلف معين إما بالطبيعة أو حرب أو إلى آخره وبالتالي سنفقد كل البيانات التي لدينا وهنا أهمية هذا الاكتشاف أو هذا التطوير فأهمية اكتشاف البلورة الكريستالية عمليتها أو آلية عمل هذه البلورة الكريستالية هو يتم عن طريق الليزر والذي يقوم هذا الليزر بعملية إدخال البيانات بدقة جديدة بما يسمى الانوكراف وبالتالي فهي عبارة عن فوكسل وهذه البيانات يمكن حفظها عن طريق ما يسمى 5D ولذلك سميت الداكرة خماسية الأبعاد الكريستالية فهي تستخدمت ثلاثية الأبعاد العادية وأيضا بعدين وهو بعد الشكل الحجم بالنسبة للداتا أو البيانات التي تم حفرها بالليزر وبالتالي لو نلاحظ أنه يكون فيها تشفير البيانات الوراثية أو الجنوم البشري بهذا الشكل فهذه هي آلية الحفظ الخاصة بهذه الشريحة أو هذه التقنية التي تعتبر واحدة من التقنيات التي ستغير كثيرا في المفهوم العلمي وكذلك في مفهوم حفظ الجنوم البشري وغيرها من الجنومات للكائنات التي مهددة بها الانكراد طبعا هذه الشراح البلورات الكريستالية حسب ما صرح المطورون لها فأنها لديها القدرة على تحمل الدرجة الحارة تصل إلى ألف درجة مأوية لديها القدرة على تحمل التجمد لديها قدرة على تحمل أيضا الضغوطات المختلفة في البيئة وكذلك لديها قدرة على تحمل الإشاعات وبالتالي فأنها تستطيع أن تقوم بحفظ البيانات لملايين السنوات وبالتالي نحن نتكلم على تقنية ستغير كثيرا في المفهوم العلمي ستغير كثيرا في أيضا البيانات وغيرها وهذا طبعا الموضوع مهم جدا فلو تم مقارنة البلورة الكريستالية بالنسبة لسعر التقديري أو الحجم بهارد ديسك يصل حجمه إلى 10 جيجا بايت نتكلم على 10 تيرابايت وهذا التيرابايت طبعا قليل جدا ولكن نتكلم على 1 تيرابايت على سبيل المثال فنحن نحتاج إلى 360 هارد ديسك خارجي حتى يماتل هذه الشريحة البلورة الكريستالية إضافة إلى ذلك ممكن أن يكون قرابة 36 هارد ديسك إذا كان سعته التقديري أو حجمه التقديري 10 تيرابايت وبالتالي فهذا ستكون الكثير عن حفظ البيانات للمنظمات للمعاهد البحثية وأيضا للحكومات وبالتالي ستكون هي الوسيلة الأبرز لحفظ هذه البيانات وكما أشرت سابقا فعند العمل بالنسبة للتقنيات البيونفورماتيكس وحفظ الداة وحفظ الجنوم فأنا نحتاج إلى ساعات عالية وعالية جدا وكذلك نحتاج أيضا إلى أن يكون هناك قدرة على حفظ البيانات لفترة طويلة لعدم تلفها طبعا أيضا بالجانب الآخر هو تم التصريح إلى أنه سيكون هناك حفظ للبيانات الجنومية للبشر والحيوانات بالطبع يمكن فيما بعد إعادة إحياءها وطبعا نحن في هذا النقطة لدينا كلام آخر فمن الصعب أو لن يصدع البشر الوصول إلى تقنية إحياء الكائنات الحية ولكن الأهم من ذلك أنه سيتم حفظ الداة الخاصة بالجنوم وبالتالي في حال حدث كانت لا قدر الله أو اختفت بعض الحيوانات أو انقرضت فأنه سيكون لدينا البيانات الجنومية للتطور هذه الكائنات وبالتالي دراسة أيضا الجنوم الخاص بهذه الكائنات وقد يفيد ذلك في تطوير الأدوية وأيضا الدراسات البيولوجية المستقبلية فبالتالي فعن أهمية هذا التطوير والاكتشاف سيكون له الأثر الضارز في السنوات القادمة شكرا لكم